توقع صفقة شراء مقاتلات F-15 مع الولايات المتحدة وتدشن خطاً ملاحياً مباشراً لنقل البضاء من الهند طائرات والتحالف تكثف غاراتها على مواقع الحوثيين في الشريط الساحلي غربي اليمن غدا تستهداف سفينة حربية إماراتية ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن إلى 17 قطيلاً وهيئة الأطفاء تؤكد تلاشي الأمل في العثور على ناجين أهلاً بكم مشاهدين إلى هذه النشرة ونستهلها بمستجدات الأزمة الخليجية حيث يواصل قادة ووزراء جولاتهم في العاصمة والعواصم الخليجية في إطار الوساطة للتوصل إلى تهديئة وإنهاء الحصار المفروض على الدوحة والذي دخل يوم هو الحد عشر في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع القطرية توقيع اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من طرازف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار وعلى صعيد ذاته وصلت سفنتان حربيتان أمريكيتان إلى ميناء حمد الدولي للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية القطرية عاشر أيام الحصار على دولة قطر يطوي صفحته مرفوقاً بصمت دبلوماسي بشأن الوسطات الدولية الأنباء والمعلومات غابت عن الجولات المكوكية بين واشنطن وجدة والدوحة والرباط والتي يقوم بها المعنيون بالتوصل إلى تهديئة على الجانب الآخر خطة الدوحة التي كشفتها رئاسة الوزراء لمواجهة الحصار تتبلور وزارة الدفاع القطرية تعلن توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء طائرات F-15 قدرت قيمتها بـ 12 مليار دولار تقول وكالة بلومبورغ إن الصفقة تشتمل على 36 طائرة أما البنتاجون فيؤكد أن هذه الصفقة تزيد من التعاون الأمني والعمل المشترك بين الولايات المتحدة وقطر إعلان الصفقة تزامن مع وصول سفينتين تابعتين للقوات البحرية الأمريكية إلى ميناء حمد الدولي للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية القطرية التضامن الدولي مع الدوحة يديد المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو تقول إنها تنظر في طلب من قطر بالتدخل بعد أن أغلق جيرانها الخليجيون المجال الجوي أمام الرحلات القطرية تؤكد المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستستضيف محادثات بين وزراء ومسؤولين كبار من قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر في مقرها بمنتريال سعيا إلى حل يقوم على التوافق ويهدئ المخاوف الإقليمية الحالية وعلى صعيد الدبلوماسي وصل إلى القاهرة اليوم سفير القطري لدى مصر سيف بن المقدم البوعينين لممارسة مهام عمله مندوبا لقطر لدى جامعة الدول العربية وذلك بعد ثمانية أيام من مغادرته القاهرة تنفيذا لقرار قطع العلاقات مع بلاده وقال مصدر أمني مصري أن سفير القطرية وصل من الدوحة عبر الكويت وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار لممارسة مهامه بالجامعة العربية أعلنت دولة قطر تدشين خطا ملاحيا جديد لنقل البضاء بشكل مباشر بين قطر والهند وذلك بعد ثلاثة أيام من تدشين خطا ملاحيا جديد يربط ميناء حمد جنوب شرق الدوحة بميناء سحار في سلطنة عمان وقالت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية إنه تم تدشين خطا ملاحيا جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند وإن الخطا الملاحي الجديد يربط بين ميناء حمد في قطر وميناء ماندرا ونفاشيفا في الهند كما من المرتقب تدشين خطا ملاحيا ثالث يوم الجمعة القادم بين ميناء حمد وميناء سلالة العمانية ميناء حمد جنوب الدوحة لا يعرف الهدوء العمل فيه كثيف ومستمر على مدار الساعة الميناء يعد واحدا من أضخم موانئ الشرق الأوسط إذ يمتد على مساحة تقارب الثلاثين كيلو مترا وكلف نحو ست سنوات من العمل وثمانية مليارات من الدولارات لقد جاء الوقت وتزايدت أهمية الميناء بشكل مطرد إذ أصبح بوابة التجارة الخارجية لقطر بعد أن أغلقت الرياض وأبوظبي والمنام أبوابها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة يؤكد المسؤولون أن كل الإمكانات مسخرة لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأغذية والبضائع ومتطلبات المشاريع ميناء حمد يتألف من ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدرة استيعابية تصل إلى 7 مليون ونصف بالإضافة إلى محطة خاصة بالبضائع العامة وكذلك محطة خاصة بالسيارات ومحطة خاصة بالحبوب ومحطة خاصة بسفن الدعم المحطة الخاصة بالحبوب قدرة الاستيعابية مليون طن وكذلك يوجد لدينا مرافق للأمن الغذائي هذه سوف تساعد إن شاء الله الدولة على تغطية احتياجاتها من المواد الغذائية الرئيسية الشركة القطرية لإدارة الموانئ دشنت قبل أيام خطا مباشرا يربط ميناء حمد بميناء صحار العماني لتسير ثلاث رحلات أسبوعية خطوة تضاف إلى شراكات مهمة أخرى كانت قد وقعت من قبل وشراكات في طريقها إلى الميناء لكن تحدي الوقت يبقى حاضرا بقوة فالكثير من السفن تنتظر دورها في عرض البحر أبتدي بكرينين أو ثلاث على حسب حجم السفينة فأبتدي أستغل صادر أوارض في نفس الوقت فيكون سرعة اللداء تكون عندي عالية في الميناء وهي اللي يميز ميناء حمد اليوم ويكون حصلنا ركورد وهدفنا نحن نعلم أن نخلي السفينة أقل وقت ممكن في الميناء قبل أن يكون ميناء حمد كانت السفن الكبيرة بحاجة إلى موانئ دول الجوار لتفريغ حمولتها على سفن صغيرة تصل الدوحة لكن الحال تغير وباتت كل أنواع السفن قادرة على الرسو قرب الأرصفة القطرية لا تغييرات كثيرة على سير العمل هنا إذ يؤكد المسؤولون جاهزية الميناء لاستقبال كافة أنواع السفن والتحميل والتنزيل بسرعة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المهنية وإن أبدوا استعدادهم لمزيد من العمل في الأيام المقبلة سلمان النجار التلفزيون العربي من منطقة أم الحول جنوب الدوحة إلى شأن اليمنية الآن حيث شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي ليلة أمس وصباح اليوم غراط مكثفة على مواقع الحوثيين في شريط ساحلي غربي اليمن وذلك غدا تستهند في سفينة حربية إماراتية تابعة للتحالف وقالت مصادر محلية أن الطيران شن خمس غراط على جبل نابضة في مديرية يلمخة وأطراف منطقة يختل التي يعتقد أن المسلحين الحوثيين انطلقوا منها لمهاجمة السفينة الإماراتية وأعلن تحالف العربي صباح اليوم أن السفينة التي استهدفها الحوثيون فجر أمس هي سفينة إماراتية موضحا أن استهدافها تم بصاروخ موجه فيما قال أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار مادية في السفينة إلا أنه أكد إصابة شخص واحد من تقمها للمزيد ينظم إلينا من صنعاء مرسلنا خليل القاهري خليل تحالف العربي يرد على استهداف السفينة الإماراتية بقصف مواقع في المخة هل من تطورة جديدة هناك؟ بالنسبة للغارات جمال كانت أيضا قد استهدفت مناطق على الساحل الغربي في معسكر خالد بن الوليد وأيضا في معسكر أبي موسى الأشعري وفي منطقة الخوخة على الساحل الغربي وكل هذه المواقع واقع على الساحل الغربي قريبا من ميناء المخة وفي إطار محافظتي تعز والحديدة لكن الحوثيون كانوا طبعا يوم أمس قد أعلنوا استهدافهم لهذه السفينة وقالوا أنها وفقا لما ورد في وسائل الإعلام التابعة لهم إنها كانت تقوم بأعمال عدائية حسب وصفهم في ميناء المخة وبالتالي جاء استهدافها على هذا الأساس وهذا بالنسبة لموضوع استهداف السفينة الذي طبعا لم يسفر عن الضرار في السفينة ولكنه أصفر عن إصابة شخص واحد بالنسبة للتطورات الميدانية أيضا بالتزامن مع هذه الغارات الجوية جمال شرق تعز هو الجبهة الأسخن خلال الساعات الماضية وخلال الأيام الماضية حيث تحاول المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي الاحتفاظ قدر الإمكان بسيطرتها على القصر الجمهوري وأجزاء واسعة من معسكر التشريفات شرق مدينة تعز وذلك بتعرضها يوميا وخلال الساعات الماضية أيضا لقصف المكثف من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق من مناطق تمركزهم في التلالة المطلة على القصر الجمهوري وأيضا معسكر التشريفات في تعز وكل هذا بالتزامن مع قصف متبادل في مناطق عدة من تعز بينها منطقة الكدحة حيث دارت مواجهات متقطعة وفقا لشهود عيال وهي المنطقة التي أيضا تدور فيها معارك منذ فترة وتهدى وتعود بين الوقت والآخر هذا بالنسبة لإجمالية التطورات حتى هذه السعادة شكرا جزيلا لك خليل القاهر مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من صنع أعلنت وزارة داخلية السعودية يثبت جنديا في هجوم مسلح وقع في محافظة القطيف شرقية سعودية ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة داخلية اللواء منصور التركي قوله أن الجندية تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول وإن إطلاق النار جاء بعد نزوله من السيارة الأمنية لتنفيذ مهامه في شارع أحد بمحافظة القطيف يشار إلى أن هذا الهجوم يعد السادس في محافظة القطيف خلال الأسابيع الستة الماضية والثالثة خلال الشهر الجاري أعلنت شرطة البريطانية ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن الذي وقع فجر أمس إلى 17 قتيلا كما قالت أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع وأكد قائد شرطة لندن ستيوارد كاندي عدم وجود ما يشير إلى أن حريق البرج الساكني له صلة بالإرهاب وأوضح كذلك أن هناك 37 شخص يتلقون العلاج منهم 17 شخص ما زالوا في العناية المركزة وكانت هيئة الأطفاء في لندن قد أكدت في وقت سابق اليوم أنها لا تتوقع أن تعثر على أي شخص آخر على قيد الحياة في عقاب الحريق المدمر الذي اشتاح مبنى سكنيا شاهقا غربي المدينة وقالت سلطات البريطانية أنها أخمدت آخر الجيوب التي تشتعل بها النيران وأنها تحاول تأمين أطراف المبنى لتوسيع نتاق البحث ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق لكن مجموعة من المقيمين في المبنى اشتكوا لسنوات من احتمال تعرضه لخطر نشوب حريق للمزيد ينظم إلينا من أمامي المبنى الذي التهمته النيران غربي لندن مراسلنا يوسف الحلو يوسف يبدو أنه قد تمت السيطرة بالكامل على الحريق لكن هل حصيلت الضحايا مرشحة أو لا تزال مرشحة للارتفاع؟ وأيضا هل توصلت التحقيقات لأي جديد بشأن هذا الحريق؟ نعم بالفعل جمال ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 17 شخصا فقدوا أرواحهم في هذا الحريق والإضافة إلى 37 آخرين لتلقون العلاج في المستشفيات جمال في الخلفية إذا تلاحظ لا تزال بعض أعمدة الدخان تتصاعد من البرج السكني ونستطيع أن نستنشق الدخان الذي يغطي المنطقة أيضا هذا الصباح جمال وصلت إلى هذا المكان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي للإطلاع على حجم الدمار وتفقد المشردين أيضا لمسنا أن المنطقة مغلقة بالكامل الشرطة متواجدة للحيلولة دون وصول الناس لذلك البرج حيث أن هناك بعض المعلومات تشير أن البرج ممكن أن يقع نتيجة الاحتراق الذي تعرض له لمسنا أيضا هناك حالة من التعاضد والتعاون بين سكان هذا البرج والمنطقة هناك متضامنين أتوا من مناطق مختلفة من أنحاء المملكة المتحدة هناك المراكز المجتمعية فتحت أبوابها المساجد هناك الكثير من حركة التضامن بالفعل لا تزال هناك تخوفات لأن ترتفع حصلة الضحايا أيضا هناك معلومة جديدة جمال أن المعلومات الأولية تشير أن قد يكون السبب هو انفجار آلة كهربائية غسالة انفجرت في الطابق الثاني ليلة الحريق وأيضا الذي ساعد على انتشار رقعة النيران هو مادة الكلادينغ هي عبارة عن طبقة من الألمنيوم تغطي هل هذه المعلومة صادرة على الشرطة يوسف؟ هل هذه المعلومة صادرة عن الأجهزة الأمنية؟ هذه المعلومة صادرة عن قوات الدفاع المدنية التي تقول أن هذا السبب قد يكون الذي سارع أو أدى إلى تساع رقعة النيران هناك تنبؤات حول السبب الرئيسي لكن هذه المعلومة ثابتة أن المادة الكلادينغ هي التي ساعدت عن انتشار النيران شكرا جزيلا لك يوسف الحلو مراسل تلفزيون العربي حدثتنا من لندن بالعودة مشاهدين إلى تطورات الأزمة الخليجية أنظم إلينا الآن من الدوحة معنا بياري رئيس قسم الرأي في صحيفة العربي الجديد مرحبا بك سيد البياري إذن لو أبدأ معك بالجانب الدبلوماسي لتطورات الأزمة الخليجية سفير قطر يعود إلى مصر لممارسة مهامه كسفير لدى جامعة الدول العربية أيضا هناك جهود دبلوماسية في الخارج في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا إلى أين وصلت جهود وقف هذا الحصار وجهود حل الأزمة الخليجية نستطيع القول أننا دخلنا في مرحلة كباش سياسي بين قطر من جهة والدول التي حاصرت قطر من جهة أخرى وصول السفير القطري في جامعة الدول العربية أعتقد أنه أمر طبيعي ما زال دورة قطر عضو في جامعة الدول العربية وأمر طبيعي أن تزاول حضورها ووجودها وإذا طرحت الأزمة على الجامعة فالحضور القطري بالتأكيد لا بد منه ولكن للأسف لم نلحظ أي تحرك أو أي بادرة من جامعة الدول العربية باتجاه أي اجتماع أو أي تباحث في هذا المسألة أما خارجيا فدولة قطر تنشط دبلوماسيا وسياسيا في عواصم العالم ومن المتوقع خلال أيام قليلة أن يصل وزير خارجي القطري إلى واشنطن لمتابعة الجهد على الساحة الأمريكية وهي الساحة الأهم في ظننا حيث أن دولة قطر في اعتقادي حققت نجاحا دبلوماسيا واضحا في بارلين وفي باريس وفي لندن وفي المشهد الأوروبي نعم هذا يعني نحن الآن في مرحلة في مرحلة نشاط سياسي وكباش دبلوماسي ما يمكن تسميته كباش دبلوماسي بين طرفي الأزمة القليجية طيب على جانبا آخر قطر وقعت على صفقة شراء مقاتلات أف خمسة عشر من الولايات المتحدة في أي إطار تندرج هذه الصفقة هل يمكن أن تؤثر على الأزمة الخارجية حاليا من المعلومة أن هذه الصفقة بالتأكيد تم التباحث بشأنها بين الجانبين الأمريكي والقطري قبل مدة طويلة ربما لا يمكن أن يتم التوصل إلى صفقة من هذا النوع خلال أيام لكن توقيت توقيعها وإعلانها أظن أن الرسالة فيه غير خافية حيث أن وجود وزير دفاع القطري دكتور خالد العطية في واشنطن واجتماعاته مع نظيره الأمريكي ماتيس في هذا الظرف يرسل إشارة واضحة بأن الجانب القطري حريص على معرفة الموقف الأمريكي بشكل كامل وأيضا على إرسال رسالة بأن التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة ودولة قطر ما زال قائما بل قوي ويتعزز ويتكرز وهذا له أهمية في حال هذا على الجانب العسكري سيد بياري ماذا عن الجانب الاقتصادي يبدو أن قطر نجحت في فك العزلة الاقتصادية والحصار الاقتصادي بتسير رحلات بحرية مباشرة مع عمان مع الهند وأيضا رحلات جوية مباشرة مع عدد من الدول الأخرى من بينها تركيا هل راحلت الدول المقاطعة على الحصار الاقتصادي لقطر ربما وهو الأمر الذي لم ينجح حتى اللاحظ على ما يبدو يعني عندما أظن أنهم قصدوا خنق قطر في اعتقاد أنهم توقعوا أن تقتنق قطر بحريا وجويا وبرا لكن الأمر ليس بهذه البساطة ولذلك عمدوا قبل يومين إلى نوع من التحايل فيما أتصور عندما أشاعوا بأن ما أقدموا عليه هو مقاطعة وليس حصار هذا نوع من التفلسف فيما أظن قطر نجحت في تجاوز الصدمة الأولى في تصوري وأن فعلا حركة الطيران على نشاطها وعلى واتيرتها خصوصا في موسم الصيف الحالي ومع اقتراب إجازة العيد الفطر الموضوع المواد الغذائية والتموينية في دورة قطر يعني لا يحتاج الأمر إلى تأكيد بالتأكيد هناك خطط وبدائل قامت بها يعني خطط لمثل هذا الظروف أعدتها الحكومة والأمور طبيعية بشكل تام نحن المقيمون ونحن في قطر جميعا لا نشعر بشيء من هذا القبيل لكن الحكومة بالتأكيد تنشط في تطويق أي ذيول اقتصادية ومالية للإجراءات الإماراتية والسعودية والمحرنية بالتأكيد لا تأثيراتها لا يمكن إغفال أن بعض التأثيرات ستصيب دلوت قطر لذلك وزير المالية القطري ينشط في تحرك في أوروبا والسياسة النقدية والمالية في دولة قطر محتاطة بشكل جيد في هذا الأمر شكرا جزيلا لك رئيس قسم الرأي في صحيفة العربي الجديد معن البياري حدثتنا من الدوحة هذه النشرة مستمرة مشاهدين وتتابعون فيها بعد الفاصل الأمم المتحدة تنفي عزمها المشاركة في عملية الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق أهلا بكم من جديد أوصت هيئة مفوضية المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتين التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وسنفير للسيادة المصرية وقالت الهيئة في تقرير لها إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة والتي استندت إليها قضايا الدولة في منازعتين التنفيذ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وعدها عقبة أمام تنفيذ أحكام دستورية هي أحكام لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود وإنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى قالت الأمم المتحدة أنها لن تشارك بأي طريقة أو بأي شكل في العملية المتعلقة بإجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان شمالي العراق المقرر في أيلول سبتمبر القادم ويشير البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى تنام الشكوك بشأن مصدقية التصويت الذي أثار بالفعل انتقادات واسعة من طرف الحكومة المركزية في بغداد ومن العديد من الدول الغربية ويجري التصويت في ثلاث محافظات تشكل إقليم كردستان وكذلك في المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قد قال الأسبوع الماضي إن التصويت سوف يحدد ما إذا كان إقليم كردستان سينفصل عن العراق أم لا نتوقف الآن مع جولة سريعة في أخبار الاقتصاد فرضت سلطات الطيران المدني في الصين غرامة مالية بمقدار 29 ألف ون على شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقر لها ومنعتها من إضافة مسارات جديدة في البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة بعد قيام طائرتين من طائرات الشركة برحلتين غير آمنتين أشارت وزيرة الاقتصاد الألماني بريغيتا تسوفريس إلى أن مصر تحتاج في المرتبة الأولى إلى تطبيق قوة القانون واعتماد الحرية الدينية من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي وأضافت أن رفع مستوى الأمن في البلاد لا يكفي لجذب السياح الألمان يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يصل إلى 5 مليارات و500 مليون دولار سنوية أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع نسب الفائدة للمرة الثانية هذا العام بمقدار 0.25% على الرغم من تراجع مستوى الضخم إلى 1.7% وبقائه بعيدا عن السقف المحدد بـ 2% وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نسبة نمو هذا العام بلغت 2.2% متخطين التوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 2.1% أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في تقريرها الأخير الذي خصت به وضع الطفولة في الدول متطورة اقتصاديا إلى تراجع ملحوظ في مستوى رعاية الطفولة بسبب ارتفاع مستوى اللامساواة في هذه الدول وأشارت تقرير إلى أن مجاعة الأطفال في بريطانيا تعكس المستوى الأعلى بين الدول متطورة اقتصاديا وإلى أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال بريطانيين يعاني من أبعاد الفقر المتنوعة مثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمام لجنة قانونية للتحقيق في مصدر الثروة الكبيرة التي تمتلكها عائلته وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس للحكومة للتحقيق حيث وافقت المحكمة العليا العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف خارج البلاد بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات عقب تسريبات أوراق بانما وقضت المحكمة في نيسان نبريل الماضي بأن الأدلة لا تكفي لعزل شريف من منصبه فيما يتصل باتهمات المعارضة له بالفساد لكنها أمرت بإجراء مزيد من التحقيقات في حين نفى رئيس الوزراء وأبنائه ارتكاب أي مخالفات أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية وصلت بعثة المنتخب البرتغالي الأراضي الروسية للمشاركة في بطولة كأس القارات التي استنطلقه يوم السبت القادم وسينافس بطل أوروبا في المجموعة الأولى بجانب منتخبات المكسيك وروسيا صاحبة الأرض ونيوزيلندا وسيخوض المنتخب البرتغالي أولى مبارياته في المسابقة يوم الأحد القادم أمام نظيره المكسيكي إذ يعول على نجمه كريستانو رونالدو الذي يواجه تهما تتعلق بالتهرب الضريبي أعلن نادي ساث هامتون الإنجليزي إقالة مدرب الفريق الأول لكوت القدم كلود بيول بعد موسم واحد فقط من توليه مهمة تدريب الفريق الفرنسي قاد السينتس الموسم الماضي إلى نهاء كأس الرابطة المحترفين كما أنهى موسم البرمالليغ في المركز الثامن على لائحة الترتيب ولم يعلن النادي بعد خليفة بيول لقيادة ساث هامتون الموسم القادم أعلن الملاكم فلويد ميويذر أنه توصل إلى اتفاق مع كونر ماكريغور لخوض نزال في السادس والعشرين من شهر آب أغسطس القادم في لاس فيغاس ميويذر الذي لم يسبق له أن خسر على الإطلاق كان قد اعتزل القتال عام 2015 بينما يعد الإرلندي ماكريغور بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف بدأ البريطاني أندي موري الاستعداد لبطولة وينبلون المفتوحة للتنس على طريقته الخاصة فقد خاض لقاء ترفيهيا مزدوجا بجانب بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أنثني جاشوة والكوميديين البريطانيين روب برايدون وجيمي كار ويستعد المصنف الأول على العالم للدفاع عن لقبه قبل بداية البطولة في الثالث من شهر يوليو تموز القادم بأخبار الرياضة نأتي إلى نهاية النشرة إلى اللقاء